الخبر الأول لي عادنا على المتابعين وتهجمهم على النور مار ويصاروا يتهموا إنه هو قاعد يغني اليارة أو قمر مار في النور زي شوية تستوريات شاندي يغني بيها وهذي اللونين شاندي يحشي عن ناكر المعروف وعن فراقة لحبيبته ونوعا ما تشارت بصوته شوفوها ما توقعت في يوم إنك انت تبيع حب سنيني يضيع وبكي همانا عليك انتهت تهدم هالحيطان بيتك والأمان ناسي مينا وعحيطان البيت كتبنا حروف أسامينا يا ناكر المعروف فاستنى في يوم إنك انت تشوف صرق مين عايشان مين فلا تحكي ظروف هادا خركاس هشرب ونسى ونسى عليك دادا ظل أدري فيك وبحبك أنا ضيعت الناس بطريقي لألاقيك خابت كل نونين فيك يا جرحي أنا فاهم المتابعين صاروا يتهمون نور مار انه هو قاعد يغني ياما القمر مار ياما اليارا مار وبهذه الأغنية وبالكلمات مالتها فلوم مار طلع بستوري ثاني صار يرد عليهم صار يقول إن هذول الناس هم انطلبوا من عندي أنه أغني وبس غني صاروا يتهمون أنه أنا قاعد أغني القمر أو يارا فأتمنى لما تساوون هذا الشيء راح تكمل استورييات جوفوها فاكتبنا يا حباب بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر بالإضافة يا حباب إن هوا المتابعين صاروا يتهجمون على النور من جمهور باريش دادا باريش دادا يا حباب سوى حملة كل شبيرة بعنوان هيلب تركيا واللي هو أنه ساعد تركيا فلما يارف يا حباب حاليا تركيا تعاني من الحريق بكل الأطراف مالتها وباريش دادا أطلق هذه الحملة أما بنتبع النور مارفقة والفترة يا حباب صارت مشكلة بسوريا وقتل أطفال وكذا وهو منزل أي شيء عن هذا الموضوع فمدرس راح تمنى يا حباب بالكومنتاج هل يستعقى هذا التهجوم اللي يتعرض له أو لا ننتقل حاليا نور ستار وتنزيلها لهذه الصورة على حسابها بالإنستجرام بما وصل حسابها إلى 11 مليون متابع فإن شاء الله أينف مبروك أقبال ملايين يا رب وأقبال 20 مليون يا رب وطبع لتنسون يا حباب نتبع كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز منتقل حاليا الأمير اللي حسين وردها على الأشخاص اللي قاعدين يتهموها اللي هي اللي تصوروا يوم حاليا هي مرتبطة بيهم أو خطيبة أو حبيبها يعني فينزلت هذا اللي سوري اللي كانت تقول بي كيفكم صار ألف مرة قلت وحكيت لو سمحتوا لحد يزعجني لما أصور أحد أو أحكيم كلام أو يحكون كلام طالعوا نازل مع رفقاتي وهن المثل أخواتي قلت من قبل وانتو بتعرفو وما في داعي أظل أبرر وأحكي وأقول ترى والله عيب وانتو ما لكون صغار فأميرا الحسين حاليا أي شخص قاعد صورويا متابعين أميرا قاعدين يتهجمون عليه لأنه يترك أميرا أخوفا عليها أنه يترتبط أو يغارون عليها يعني فيطرعتوني فيها دقاتنا ذو أشخاص مثل أخوانها مو أكثر فكتبوني أحباب لكم التالي شو رأيكم ببعض الخبر ننتقل حاليا هي للتيفي والمفاجئة السرية فهنا نزلت هذا الستوري اللي كانت كاتبة عليه عم بيشتغلكم على الشي السري ومن وضح أن يكون تصوير من وضوع فممكن يقع سوي أغنية أو مسلسل معين رح ينزلنا بيام الجاية فاكتبنا حباب لكم التالي شنو توقعاتكم ننتقل حاليا العمور اللي هو واحد من أصدقاء غيث مروان وشنو صار ببنته فنزل شوية تستوريات بهذه السوريات كانت يقول بيها انه بنته حاليا تعرضت للحريق نحرك شوية شعرها وشوية من جبهته ولكن الحمد لله يا حباب صار يقول انه يا حاليا وضحها أحسن وصارت له من متابعين انه بس يشوفوها بأي مكان يذكرون اسم الله طبع الحمد لله على انه يتعافذ والله يستلمها يا ربا يحفظها شوفوا الستوريات حالا والله بالنسبة لستوري انا رزلته قبل شوية انه يا جمعة الخير صار اشي فاللي صار انه زينة مبارح حرقة شعرها تمام شعرها كله راح من قدام وشوي من جبهتها لا تخافوا لا تقلقوا كل شي تمام الحمد لله الدكتور حكمها في اي اشي بس حطنا نحط لها مرهم وان شاء الله بطيب والشعر بضاعة مخلوفة يعني ان شاء الله بترجع كلها تمام الفكرة من الموضوع انه خفنا عليها كثير بس الحمد لله الامور كلها تمام بس احب احكي لكم شغلة يعني اقسم بالله انا عارف كثير ناس بيعبوها لزينا وهي مش اجمل بنت بالعالم يعني في مليون حدا اجمل لزينة يعني انا عارف هذا الاشي بس بالنظر يمكن هي اجمل حدا فاذا حبيت اشي يعني اذكر الله لانه من مبارح لليوم عم بصير مواقف مو طبيعية معها فخايف يكون صاير معها اشي بس شكرا لكم كثير نختم اخر شي ويحمد حسن وزينب وصول قناتهم باليوتيوب لثمانية مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال عشر مليون يا رب او عشرين مليون وطبع لاتسوني يا حبابي انت باركوا لابل كومنتات ننتقل حاليا البيسال اسماعيل والمقابلة اللي سوتها وما يحمل اسئلة جدتها او وش هو وش وكت راح تززوجي من انس الشايب فتعترف انه اكو حبيناتهم ولكن ما حدد او الخطوبة مع انك ما اعلنتوها صراحة لكن واضحة جدا علاقة الحب اللي بتجمعك باليوتيوبر انس الشايب بتناوين تنخطبو ااااااا ما حدد من المواد او يعني بتقولي او او كيي sales republic في مواده فيني اقول يا او يا four Indian في مواده فيه موقع يعني في حب اكيد يعني اوكي خلس يعني قولي بحب مش مواده طيب فمتناوين تنخطبو ما حددتو لا بالنسبة الثانية يا حباي فصار يسألوها انه بين المغنيين اللي هي نور ستار و نارين بيوتي و انت منه احلى صوت بكم فهي صار تقول انه هي احلى صوت بهم و انهم يسون اغاني مجرد عمود الشو و المشاهدات انتي و نارين و نور ستار كلكم يوتيوبرز و نزلتوا اغاني مين فيكم صوتها احلى؟ انا اكيد لانه انا بغني فهنا بس عم يعملوا انه شو قدام العالم بس لا انا مسيرتي الغناء بعد يسألوها يا حباي بدا كو خلاف بينه و نارين بيوتي فاشوفوا شون و رادت الموضوع ايش سبب مشاكلك مع نارين؟ ما في مشاكل أنا و نارين ابدا؟ ابدا ولا من ناحيتها؟ الفئتي ومبرح كنت معه طيب بعد يصار يسألوها انه هال الصور التي تعمل عليها فوتوشوب و المقالب التي تعملها هل هي كذبية او حقيقية؟ فاشوفوا شون و رده وجهك يا بيسان ما شاء الله زي القمر ماهو محتاج اي فوتوشوب لكنك متهم انك بتعملي لجسميك فوتوشوب ايه عادي بعمل شوفي ايه مين في حدا ما بيعمل فوتوشوب والله دي ترفي احسن رد على طول تقولي تعترفي لا الفوتوشوب لجسمي انا بعمري بحياتي معملت فوتوشوب لوشي صراحة ابدا مو بحاجة بس الجسم زبط الجسم عادي بزبط من هون حركة طيب فيه اتهامات لكن المقالب اللي بتنزليها على يوتيوب مفبركة هذا صحيح المقالب ليس مفبركة بس امرات الشخص اللي انا بعمل معه مقلب بيكتشف انه مقلب بس بيكمل بس في مقالب صارت فيك انتي واضح كانت ان عم فبركة لا بس انا ممكن اكتشفت انه مقلب وكملت بيسان لما الرموكي في الموية وانت نايمة يا هذا والله كان مو متفق عليه ما صحيتي لو انت في المسبح؟ انا نومي تقيل اللي بيعرفني يعني هذا يعني وسؤال اللي بعد سألوها ذا انت الشاي بوقفت تصوير وياتش هل ممكن انهي تنزل مشاهداته؟ تجد امت هي متحكمة بيك فحطت كل هذه الاجواب مالة تشوف الرد مالتها طيب نعمة يمكن طيب لو قفتي تعمل فيديوهات مع انس هل هتفضل مشاهداته نفسها ولا هتقل؟ مشاهداته؟ ممكن بالاول العالم تتأثر بس بعدين يمكن يعمل شي لحاله وينجح اوكي يعني في البداية هتنزل مشاهداته؟ اكيد حتى انا يعني لانه العالم خلاص بتصير تتأثر انه نحنا بعد نام بعض طيب هل مرفوع عليك اي قضايا في المحاكم؟ حاليا مو مرفوع علي انا رافع قضايا انت رافع قضايا قضايا من اي نوع؟ مشان عقود معينة عقود احتكار طيب كم في المية والدتك متحكمة في حياتك؟ ماما كل حياتي مية في المية يعني؟ مية في المية على هذا الانجاز وبوصلنا الى صلاة المقطع اتمنى نقص عليكم حبايبكم مفاجئة قريبا راح تنزلكم فكونوا متحاضرين اوش فجر هذا المقطع بالاكاتل بس طوال عشرين انتظر المفاجئات الجاية بالمستقبل وبس مع السلامة